جدد الحزب الديمقراطية الكردستاني موقف حزبه الثابت برفض التصويت على برهم صالح لولاية ثانية وأن موقفه هذا لن يتغير فيما أشار إلى عدم معارضته إجراء مباحثات مع الاتحاد الوطني على هذا الأمر عضو الحزب ماجد شنجالي أشار إلى أن قرار المحكمة الاتحادية منح فرصة لتمرير المرشح ريبر أحمد البديل عنه شير زيباري الذي رفض ترشيحه بقرار سابق من المحكمة نفسها موسيقى